اتهم رئيس وزراء الحكومة اللبنانية حزب الله بعد استقباله لشحنات الوقود الإيرانية واعتبر ذلك انتهاكاً لسيادة لبنان يأتي هذا في وقت يعيش اللبنانيون أزمات حادة على جميع الأصعدة تقول فاطمة محديد بوادر أزمة سياسية بين حكومة لبنان الجديدة وحزب الله تلوح في الأفق بعد دخول شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان بمبادرة من حزب الله فميقاتي يعتبر ذلك انتهاكاً لسيادة لبنان موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس في حديثه لسيانان كان واضحاً أنه حزين لما أسماه انتهاك السيادة اللبنانية بدخول شحنات المزوط الإيراني إلى لبنان ولكن لا يمكن القول أن هذا هو موقف الحكومة اللبنانية في المستقبل ميقاتي لا يخشى معاقبة حكومته دولياً بالمقابل يؤكد رئيس الحكومة اللبنانية على الدور البارز لحزب الله في حكومة ميقاتي والذي لا يمكن تجاوزه هذا الأمر لن يعرض لبنان لعقوبات لأن الاتفاق لم يكن مع الحكومة اللبنانية الرسمية يعني ليست الحكومة اللبنانية رسمياً من استوردت المزوط إلى لبنان بل هي مساعدة إيرانية لحزب الله وهذا أمر واضح وقال رئيس الحكومة أن حزب الله هو جزء من هذا المكون اللبناني أساسي ولا يمكن القفز فوقه فهو بحاجة لهذا الحزب السياسي تحدية حكومة ميقاتي للخروج من الأزمة في لبنان يستزم تكاتف الأطياف السياسية خصوصاً أنها تواجه امتحان رفع الدعم وارتفاع أسعار المحروقة والسلاح في انتظار تفاوض مع صندوق النقد الدولي